بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بصحة زيدة قبل ما نبدأ في الدرس التعليم حصة رقم عشراء فضلا وليس أمرا إن شاء الله فيديو هذا نوصله لألف لايك بات عطولي طاقة إيجابية ونكمل معكم حتى نهاية السنة إن شاء الله ثاني حاجة حصة التعليم وما حتكون حولا مضخم العاكس وغير العاكس وش معناتها معناتها أول حاجة أول حاجة لازم تشوف الفيديو حصة رقم واحد اللي وقال نحتاجه في هذه الحصة في نص الوقت لازم تشوف قانون العروات هكذا هيا نبدأ وعلى بركة الله وحبه شكول لي نبدأ مع هذا الدرس شكول لي نبدأ معه شكول لي نبدأ معه نروح أجابة تفضل أجابة هيا هكتما فيه أجابة رقدا أنا شمع فيك أشخاص أجابة تشوف معي وشك تلاحظ وشك تلاحظ في الصورة الصورة أي وشك تشوف أشخاص هذا والله وإش هذا ما صراحه فيه أشخاص راح يحضروا يحضروا كي تشوف يحكي يحكي موش يسمعوا فيه هكتما يسمعوا من المشاهدين يستمعوا من بعدها المدير المصرح هذا جاه من هذا الجهة قالوا محمد دومير عندي حل في رأيك هذا مدير المصرح وش قالوا قالوا الحلوة شيئا وشرب زيت زيتون هكذا وش قالوا قالوا شرب زيت زيتون تتريق إن شاء الله محمد دومير حسب الإحراج وما باش يرجعوا وش دير شرب زيت زيتون ومبعدها بدأ يحضر يدي يديد صوتها يديد صوتها يديد صوتها الماكسي بقى نفس المشكة جمهور ما سمعوش هكتما شوف معنا ثم الحل هذا ما ساعدش محمد دومير من بعدها شوف مدير المصرح بدل طريقة جه من جهة زوجة وابين جبلوا حلزين ولا لا لا تماني جبلوا حلزين نعم كيف قالوا يعني كيف قالوا قالوا لذلك أسل النهلة شغل هذا مدير شغل هذا مدير المصرح يمشي بعقلية 1962 وإحنا رأنا في سنة 2022 وهذا الشكالية في الجزائر المدراء تسموه مناصب حساسة ديما تلقون يمشي بالعقلية القادمة إذن كي طالوا أسل هذا تعال نحلة شربوا محمد دومير بقى نفس المشكين وحسب الإحراش حسب الإحراش واشي هو بسكوا ما يش حل يقدم لمناظرات من بعدها قلت لك جاءوا شخصين من طلاب هندسة الكهربائية واش قالوا قالوا يا دكتور محمد دومير الحل بسيط سهل واشي هو قالوا به يسمعك 10 ألف واحد واشي لازم لك أهم حاجة واشي هي مذخم الصوت عكذا خي به يسمعه 10 ألف 100 ألف واحد لازم مذخم صوت هذا المذخم صوت مذخم هذا الصوت واشي ضخم تعطي له إشارة كهربائية يتخم إشارة كهربائية بسيطة محمد دومير واش عنده عنده إشارة صوتية صوتية واش لازم نقبل لازم لازمه ميكريفون هذا الميكريفون شو وظيفته تحويل إشارة صوتية إلى إشارة كهربائية هايوة وهذا الميكريفون هذه الإشارة كهربائية لديها المذخم مذخم وشيدير يضخم إشارة كهربائية ومن بعدها يبعث المكبرات الصوت وشكت شوف الصوت كيف هو إليه يصل صوت هنا ولا الجمهور كامل يصل إذن دعنا اليوم وشي هو المذخمات والمذخمات ووظيفتها ووظيفتها تضخيم الإشار أيها هذه الخدمة كامل شكون يقوم بها اللي هو مذخم العمل تعرفوا هذا مذخم العمل تفاهمين إليها أيها شوف المذخم عملي هذا إن شاء الله بإذن الله مذخم عملي أحنا قلت لكم تحبوه وإحنا تلقوا بالله الدرس بسيط جدا ما في حتى إشكالية شوف هذا المذخم عملي وش فيها جابر إنو كان التركز عنده مدخلين مدخل الولاد صفيت دخول أيها صحيح إذا المدخل الأول سميته مدخل عاكس لماذا سميته مدخل عاكس سأل بالنعقص وش وظيفته هذا مدخل عاكس لو كانت تربط الإشارة بمشيذي الإشارات يدخمها وزيد يعكسها صحيح على هذا ما سميه مدخل عاكس ركم عاية وهذا الجهد وش نسميه غير جابر نسميه V ناقص هي V ناقص ما تفهمه بليه V ناقص ولا أفهمها بلي اسمها يسموها جهد قطب العاكس اللي يعكس عاكس وطرف الثاني مدخل غير عاكس سميه مدخل غير عاكس يسميه V ز هايو شوف معايا جابر سنسألك سؤال جابر تيارة تعدخول تعدخول المذخم عملي كيف تساوي تيارة الدخول هايو بسرعة سفرة يساوي سفرة هايو إذن إزايد يساوي سفرة لماذا لماذا يساوي سفر نجاوبك شوف معايا كل مدخل يحتوي على ممانعة هذه الممانعة تقول ما لنهاية كيف يقول تقول ما لنهاية وش تفهمها جابر تفهمها كبيرة بزيف عشر قوة عشر عشر قوة اثناش اوم صح ولا لا وكتعد ممانعة كبيرة على باقي الجهد فالتيار المتناهي وش يساوي ممانعة الف을 ier وهذا والتيار وش يساوي يساوي الجهد على الممانعة ممانعة اية مدام أنه جاء في المقام تأول ملا نهاية تيار وين يروح وين يقول في هذه الحالة يقول إلى صفر إذن في هذه الحالة كي يعطي لك مضخمة عملية أنسى تيار أنسى تيار إزيل وإناقس ديما وشي يساوي يساوي صفر نفس الطريقة التيار إناقس كذلك وشي يساوي يساوي صفر إذن مضخمة العملية وشي نقول عليها تعمل بالجهود فقط مداخلها تعمل بالجهود فقط وسبب راجع إلى ممانعات الدخول التي تأول إلى ملا نهاية إذن مضخم عملي جدا فيه فيه مدخلين هذي أول حاجة كذلك مخرج آخر هيا بالعقل هنا ناقس يساوي السفر كذلك المدخل هذا يحتوي ممانعة تأول ملا نهاية من بعده وش نلاحظه يحتوي على مخرج واحد وش نسميه فيه صفر هذا المخرج قاد يمني إشارة مضخمة عادية ولا قاد يضخم إشارة ويعكساري ولا قاد يمني إحتمالات أخرى على حساب وظيفة المضخم في هذه الحالة صحيح وهذا المضخم يحتوي على قطبين أي حاجة أي عنصر كهربائي ولا إلكتروني يمشي لازم له تغذية هذا المضخم بي يخدم خدمة هذه لازم له تغذية عنده قطبين قطب الأول سمه تغذية موجبة على هداروه بسكو عندك إشارات نوبة موجبة لازم لك تغذية موجبة وفي نفس الوقت تتعود عندك إشارة سالبة أو نوبة سالبة لازم لك كذلك تغذية العكسية السالبة حسناً، وبين فهمه هذا ما يجمليه حاجة بر أعطيت لك مثال هذا، شوف هذا المثال، هذا وشي هو؟ هذا تلفاز، ركب معي، تلفاز عنده أدات التحكم اللي يسميها تلي كومون تلي كومون هذو الأزرار، هذو أزرار، وشي يسميهم؟ يسميهم كامل مدخل، كامل مدخم كده عنده مدخل عنده مدخلي، هذي لو كانت تحسبها تقول لك كامل 24 و 26 مدخل شوف شا هندير، شوف شا هندير الجبل رح نضغط على زر اللون الأحمر، لو كان نضغط عليه، وشا هنصره؟ يشعل تلفاز، يشعل تلفاز، صحي بسح، هه zuha ضغط ما يشعل تلفاز، بسي تضغط ما يشعل تلفاز، بسي تضغط ما يشعل تلفاز يعتقد اكوال عصманات أسف؟ ماذا هي السبب؟ هذه يتعابني؟ içindeastre، مضكّة حضر، لا لا، المشكلة، وهو التيلي كومون الله المداخل شش Emergencyarrow ня وماذا لازم تلي كومون اللزم منها بطاريه؟ بطاريه، المضخم العملية هي مضخم عملاء فيها، الضخمة نوبا الامجل سندي اللا نيجد موجباء، gebruَنة للتغذية كما تلي كومورد ش لازمها بطاريات لو كان نركب البطاريات وانترى ان شاء الله هيا شو خليك تفرر شوية عش كنت ما ربي يا حبيوس عليه ان شاء الله انا في فيديو تدو كامل دي ما ندير غير الاشخاص اللي يعجبوني واشخاص مؤثرين عندهم صانع محتوى زي ها قدع شو معي الجابة لو كان نحب نطافي التليفزيون شو ندير واش ندير نكليك على زر الاحمر هنطافي التليفزيون اذا شو نقوله مذخم عملي عنده قطبية تغذية كما تلي كومورد لازمها بطاريات صحيح هذي خدمة فمناها صحيح في البكالوريا يا جابر في المذخمة بشو هتحتاجوا هتحتاجوا ثلاثة هتحتاجوا الاول اللي هو نسميه مذخم العاكس لقد نبدو به هو الول الثاني واشي هو المذخم غير العاكس واخر حاجة واشي هو مقارن مذخم عملي يعمل عمل المقارن اول حاجة احنا نبدو بها اليوم ايه اول حاجة احنا نبدو بها اليوم الجابر اللي هو المذخم العاكس هكذا اوكي نعم ايوه جابر هنا دراحمك خلاص صحيح رحو نشوفو شخص اخ ماتوا عاملت الدراحمك ايا باسكو مكشفو يجبز مرنبدل هيا جماعاش كوني يزيد يتفضل طلعو هيا كوبيا جابر هيا جماعاش كوني يطلع هيا جماعاش كوني يطلع اوه 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 شخص جديد جديد اوه ايه جماع هاي نكمل قدمات تعنا اخي اسمعت الهدرة كامل من هي يعني عرفنا بالمضخمات احنا ندرسة ثلاث انواع مضخم عاكس وغير عاكس مضخم عملية اعمال عامل مقارن اول مضخم احنا نبدأ بها فريل وشي هو اللي هو مضخم عاكس فريل كيف انا عرف مضخم عاكس كيف انا عرفوا بلها مضخم عاكس ومش غير عاكس وشين خطوط لازم نتبع ركسي معي مني اول حاجة شوفي اول حاجة يوضخمات ليتضخم اشارة سواء العاكس ولا غير عاكس وش تحتوي تحتوي على المقاومة راجعة اكتشوف هذي المقاومة ليس سميتها راجعة هذه المقاومة معانتها مربوطة بالمخرج وراجعة الويش راجعة المدخل صحي يعني مربوطة من صورتي ورايحة اونتري يا طرف القطب العاكس ولا غير عاكس اذا كن نلقى مقاومة راجعة وش نقول هذا التركيب وش هتكون وظيفة متاعه راح تكون وظيفة متاعه تذخي صحي موش مقاومة تفاهمين عليها من بعد من بعد كيف هنعرفوا باللي مذخم عاكس كيف هنفرق ما بين مذخم عاكس وغير عاكس وش تلقى يا فريا ركس معي مني شوف القطب الغير عاكس شدرت له ربطتوا بواش ربطتوا بجين دي مدام ربطتوا بجين دي في هذه الحالة وش معانا تاني خملت قطب غير عاكس تفاهمين عليها معانتها قطب غير عاكس موش احيق راجعة بتي زاكتين هاكذا بعدها زيت المقاومة اير واحد والاشارة الموراد تضخيمها هذي اشارة الجيبية الموراد تضخيمها فاش ربطتها ربطتها بواش بالقطب واش العاكس اذا هذا المذخم شو نسميه مذخم عاكس لماذا لانه يحتوي على تغذية راجعة والاشارة الموراد تضخيمها مربوطة بالقطب عاكس واذا تحبي زيدي تبيني موش هو مذخم العاكس تقول له بي قطب غير العاكس دي زاكتيبي مربوط بالجياند صحيح يعني اول حاجة اللي بتشوف المذخم بتبعي هذي الخطوة بتفرقبها بالعاكس وغير العاكس سهلة هذي اذا وش راح ندير المذخم هذا وش راح يدير يقدر حي سعيدونها راح يدخمها ماذا يقلبها يصورتها حي يدخم في النوبة وفي ناصل الوقت بما انه صميته عاكس شرح يدير النوبة راح يعكسها راهُ يعكسها هكذا آيوا شوفي لي هاد هي الاشارهي مهار يعكسها ذ Shut up تسوي سبعة سينيس 314. سبعة هذي شو تسميوها؟ جهد الأعظمي. في علامة لكم بها. قبل سينيس. كل حاجة قبل سينيس دي ما سميه جهد الأعظمي. سبعة وضط هي جهد الأعظمي. هذا الجهد الأعظم ما شو ندير به؟ نرسموه به الإشارة. صحيح. والقيمة المنتجة اللي نحسبو بها. القيمة المنتجة تسوي في ريال. تسوي قيمة الأعظمية على جذة ثنين. فاهمنا عليها. تحتاجوها مثلا في المقويمات ووظيفة تدخير ووظيفة تقويم. هكذا. و أي حاجة دي ما نحسبوه بالقيمة المنتجة. نرغزي معها من الحابة. هذه الإشارة وش فيها فيها نوبة موجبة وفيها نوبة سالبة. وين وصلت هذه الإشارة وصلتها في وين هو وصلتها في القطبة العكس. شو شا حيصرها. شو شا حيصرها. هذي هي في صحتي. شو في النوبة الموجبة وش يصارها. اشتكفها قالت النوبة الموجبة. حد الآن رحي نفسها. صحة ولا لا لا. إذا المذخم العكس شو نقولوا عليه. من خصائص المذخم العكس. النوبة يحافظ على الدور التاح. كما هذي قد فيها الزمن. فيها نصف الدور. نحن وش بقات بقات نصف الدور. يعني المذخم العكس جامي يغير في الدور تي وجامي يغير في الفريقانس. وش يغير شو ش يغير بما انه سميته مذخم. وش حيضخم. حيضخم الساعة. والله المطار شوف المطار وش صرع له. شوفي ملاح. يعني رجعتها. شوفي صرع له. شتكها زادت. شتل إشارك فيها كانت في الدخول. شوفي في كهو اللي. عايو. بس حلوك نخليها كلا. وش نقول. نقولوا هذا مبدأ مذخم غير عكس. إذا مذخم العكس يدير يضخم الإشارة ومن بعد شديلها شوفي. مجدالها. عكسها. ملاحة. والنوبة السالبة. شوفي نوبة سالبة. وش ديلها يحافظ على الخصائص تاحا يحافظ على الأفريقان استاحا. من بعد وش ديلها. يذخمها. ومن بعد وش ديلها. إياكس. آيوة. وهذه القيمة الأعظامية كده احنا لقاوها. لو كنقول لك احسبها. كيف احنا لقاوها. يقول لي هذه القيمة الأعظامية أستاذ ش تساوي. تساوي سبعة هذه في في معامل تضخيم اللي احنا حسبوهم من بعد. نعطيكم قانون تعوه. كما هذا. إشارة الخروش تساوي. ذاعفة إشارة الدخول. من علي هنا مش يمتفاهم معي. نكملو. ايوة. شوف. شوف دور تي. دور تي إشارة الدخول. شوف الاشارة الخروش. عنده نفس دور تي او مش عنده نفس دور تي. نفس دور تي. نفس الدور تي. إذا مضخيمت. اش وظيفتها تضخيم في المعطل فقط. إنما في الدور تي ولا فريقوس ما تتغير حتى حاجة فيها. تفاهمينها. وشوف العبارة الجي بية الجديدة. عبارة جي بية الجديدة في سات. وش تساوي سوي 14 سيني 614 تي ناقص به هنا كانت سبعة هنا كانت 14 اذا وش فرق ما بي في سورتي الضعف هي بصع سؤال ما تروح لما كتبتش ناقصها 14 اثرية على ما كتبتش ناقصها 14 بس كل الاشارة تعاكست اشتها ولا ما اشتاشت عاكست ليه ما كتبتش ناقصها 14 شكولي يبين اشارة معكوسة شكولي يبين اشارة معكوسة هي ناقص بهالي مع انت اشارة معكس شدير اخر الجهد بزاوية بيتفهميها مليح شوف بتفهميها مليح له ما كتبت هنا ناقص بي ما كتبتس ناقصها 14 بتفهميها مليح هذه اشارة ضخور اشتها اوتقصتها اشتها هي ناقص شدير شوف يضخمها بهذا الشكل عايوة مم بعده شدير شوف شدير الاشارة اصطرها تأخرت تأخرت بزاوية قده تأخرت بزاوية اه نوبة نوبة قدها زاوية تحبي يعني قدها 180 درجة إذن هذه ماذا نقولها تأخرت ولا تقدمت هذه الإشارة تأخرت هذا هو محور فواصل محور فواصل يمشي الضروات من إشارة وين ممشيت على هذه ماذا نقولها إشارة جديدة وماذا نقولها القيمة هذه الأعظمية ما تغيرش تبقى دي موجبة مش كل يبي يلي بلي إشارة ولا تسالبة نقوله بلي هذه الإشارة تأخرت بنوبة ونوبة قدها زاوية تحا ناقص فيه نقول ناقص 14 فهمت إلى ما كتبنا ناقص 14 يعني هذه القيمة تبقى دي موجبة مليحة هكذا مفهومة هذا يبدو سبق الرسم إذن هذه الزاوية نبضة وش تساوي بي ومبعدها بما أنه تأخرت نقوله ناقص بي ومبعدها نعوضوها هنا ناقص بي 314 وش هي هي النبض 314 هي النبض في تي ناقص بي ناقص بي وش هي والتأخر إشارة المخرج على المدخل بناقص بي نكمله هيا شوفي روح لي بعدها وش هو مفهومة موضخم عكس جماعة وش قلتكم موضخم عكس باتعرف موضخم عكس أول حاجة شوف تغذية راجعة تغذية راجعة بها تقول موضخمة في الصيفة عامة تغذية راجعة وش معنطها مقامة راجعة هي مربوطة بالمخرج مربوطة بأحد مداخل أتوصي تقول لي كيتعون مربوطة بالناقص هم مضخم عكس لا لا كيتقوا مقاومة هذي مربوطة بالمخرج وأحد مداخل يقولوا مضخم بعدها أسكوبة تعرفوا مضخم عكس ولا غير عكس شوف الإشارة ليرك حاب ضخمة في أونتري يجمع شوف في أونتري هذي في أونتري خياري لحاب انضخمها شوفوا باش مربوطة مربوطة بوش نتبعوا هذا الخط نتبعوا نجلوها مربوطة بالناقص إذن إشارة المراد تضخمها مربوطة بالقطب العكس وبما أنه قطب العكس نسميه مضخمة عكس ولا اللي تتلفلوا يشوف القطب غير العكس فرية شوف القطب غير العكس باشان يراطب راطب بالجيندي مدام راطب بالجيندي ماذا معانتها ماذا دلو زير فوتن ديزاك تيفي بما أنه قطب غير العكس ما يمشي اش زي واش معانتش كواح يمشي قطب العكس هذه الطريقة بسيطة جدا في أونتري مراد تضخيمها مربوطة بالقطب الناقص اللي هو العكس نكمل روح المعامل تضخيم كيف عرفت هذه بالي إشارة تساوي ضعف هذه بالناقص معامل تضخيم نورمال مو فرية وش يخرج يخرج ناقص ثنين كمانا نشوف هنا ثنين معانتها ضعفة ونقص معانتها تعكست هكذا ما نعرفوها طريقة بسيطة إذن المضخم هذا فرية وش وظيفة انتعه مضخيمات هذو يسموهم هذا المضخيم العكس وغير عكس يسموهم مضخيمات الاستطاع وش معانتها يضخموه في الاستطاع أنا بها انضخم الاستطاع وش لازم ينضخم فرية ينضخم الجهد ينضخم تيار خي اكذا اه اذا بما انه مضخم العكس وغير عكس ألا بك شي ضخم يضخم الجهد يضخم الجهد اذا في السنة الثانية قرأتوا مضخمات الاستطاع عن طريق تضخيم الجهد على هذه يسموها A مبليفيكاتور وش معانتها فولتاش معانتها معانتها تضخيم معانتها تضخيم الجهد وش يساوي اي نسبة اي نسبة لدرستوها سواء نسبة نجاح سواء المرضو سواء نسبة التضخيم اي نسبة وش هو القانون التاح يقولك اي نسبة تستند المخرج على المدخل اخي معرفة هذه اي نسبة مثلا نسبة النجاح المخرج مثلا نسبة النجاح وفي المدخل كان 22 تلميات وش يقول 20 على 22 ثاني نسبة النجاح ثاني se تساوي تساوي المخرج على المدخل فالمخرج يكون يمثل في الUST وفريان مثله ship المدخل يمثل the entry هذا القانون في اي حاجة سموها نسبة ديما المخرج على المدخل صحيت ونحن نتفلسف وندخلكم قانون العروات وخرجكم القانون نحن نعطيكم علاقة بسيطة بس كنا نديرهم مراجعة فقط وما نطولوش إذن القانون يقول لك المعامل تدخيم يساوي ويساوي ناقص مقاومة راجعة جمعا ما هي المقاومة راجعة من هذا زوج المقاومة المقاومة راجعة هي المربوطة ما بين المخرج وأحد المداخل صحيح ما هي المربوطة بالمخرج وأحد المداخل في هذه الحالة اللي هي R2 صحيح إذن يساوي ناقص مقاومة راجعة على مقاومة غير راجعة اللي ماشي مربوطة بالحلقة رجوع صحيح إذن R2 سميها مقاومة راجعة لماذا؟ لأنها مربوطة بالمخرج ورجعت بالمداخل وR1 سميها مقاومة غير راجعة إذن قانون شي يقول لي المعامل تدخيم يساوي ويساوي ناقص مقاومة راجعة على مقاومة غير راجعة وكما قلت لي، ما هي المقاومة الراجعة في هذا التركيب؟ كيف أعطاني مقاومة هنا في الراجعة؟ أعطاني 2، لمكن أعطاني زوج مقاومة على التسلسل وراجع مع بعض، وشي نجيبه مقاومة؟ مو كيف؟ هكذا، لمكن أعطاني زوجنا، أيو إذا مش تساوي ناقص R2، مقاومة الراجعة على المقاومة الغير راجعة، اللي هي R1 هذا هو إش تحتاجه؟ في المضخم العاكس، تحتاجه الرسم هنا صباح، وتحتاجه بقانون هذا لكن كلها قادة يأتي السؤال يقول لك، يقول لك أكتب V30 بدللت V30 ومقاومة R2 وR1 بدللت مقاومة R2 وR1 وV30، هذه الأسئلتها مضخمات في الباكالورد، سهلة أو ليس سهلة؟ سهلة، صحي، في الرياض، خلاص الضرحمك، آه، في الرياض، سوليف، خلاص الضرحمك أروح لي بعدها، شكون يزيد الشارك؟ والله عندك سؤال، صحي، شكون يزيد الشاركة ورفع يدو جمعة؟ أيا، اللي شاركة يرفع يدو، أيا، كاينة ثلاثة، مادم كاينة ثلاثة، نمد اوطر ريزاس هذه مرة، نمدها، زاد دخلوا جديد أسفر وشوفوا، عبدالنور، عبدالنور جامي طلعت، عبدالنور تفضل، هني بعث عبدالنور، تفضل، تسمع فيه عبدالنور، السلام عليكم، وعليكم والسلام، عبدالنور دخل، عبدالنور دخل، وياك الشحن ديرو، راح نبدأ في تمارين الأول، هكذا، تمارين الأول، شوف تمارين الأول، أيها، تمارين الأول، وش أطعنا، وش قال لك، أعطى لك هذا المضخم، ما على بنيش أسكو عكس ولا غير عكس، هاي، سؤاله وش قال لك، ما نوع هذا المضخم، سؤال الثاني، وش قال لك، أكتب عبارة V3، اللي هي V3، هي V3، بلدلة R2 وR1، سؤالي بعد، وقال لك، أحسب معامل تضخيم A-V، وسؤال الآخر قال لك، أكمل رسم إشارة V3، جماعة وش مطلوب منكم، اللي هم يتفرجوا في الفيديو، في اليوتيوب، بالضبط، ماش ينتهم، اللي هم يتفرجوا في اليوتيوب، لازم توقف الفيديو، وحاول في تمارين، وخدموا، كنتكمل تمارين، شوف المحاولات، وقارنها مع إجابة نموذجية للأستر، هاي جماعة، بعد ما كملتم المحاولات، هاي شوفوا التصحيح بتاعكم، إن شاء الله تكونوا خادمين خدمة ملاحة، هاي جماعة، هاي عبدالنور، نبدأ في تمارين الأول، تمارين الورج قال لك ما هو النوع المضخم، كيف عرفتوا باللي عكس عبدالنور؟ في مقاومة راجعة، هاي مقاومة راجعة، بس حكي نقول مقاومة راجعة، قاد يكون مضخم عكس، قاد يكون غير عكس، هاي مزلنا ما قلناش العكس، إذا ماش تقول لي، هاي وراء الطريقة، تقول لي يا أستاذ يحتوي على مقاومة راجعة، مع أنت قاد يكون مضخم عكس، ولا قاد يكون مضخم غير عكس، من بعدها هو الإشارة، الإشارة مولا بتضخيمها، في ثنين خياني يحب نضخمها، شوف باش مربوطة هاي في ثنين، مربوطة بالنعقص، مدخل عكس، مربوطة بالنعقص، اللي هو مدخل عكس، إذا هذا المضخم مش نسميه مضخم عكس، يضخم الإشارة ويعكسها، ولا كذلك كيف نعرفها، قطب الموجب هذا باش مربوط، باش مربوط، مربوط بالجياني، ماش مربوط بالفي سي سي ولا حاجة كما هكذا، إذا هذو سيكون فيزياد، ما عملك، ما هي تكون سيخدم، سيخدم قطبة؟ العكس، إذا هذا مضخم عكس، هذا بالنسبة للسؤال الثاني، ماذا قالنا؟ قال لك اكتب العبارة في ثلاثة بلالة في ثنين والأير وآير واحد، في ثلاثة هي المخرج، هي في ثلاثة هي في ثلاثة، هكذا، وفي ثلاثة وش هي؟ هي في أونثري، وما قلنا المضخم العكس؟ وما هي العلاقة التي تجمعها في ثلاثة وفي أونثري؟ ماذا قلنا؟ ايه فكرني معامل تضخيم في الجهد وش يساوي؟ يساوي ويساوي نقص مقاومة راجعة ايش كون هي المقاومة راجعة في هذا التركيب اللي هي R فقط على مقاومة غير راجعة وش هي؟ اللي هي R واحد اللي ما عنداش علاقة بالحلقة الرجوع صحيح في الدباء تفاهمين ايه فكرني مثلو هو وفي ثلاثة وفي ثلاثة وفي ثلاثة على في ثلاثة وش تساوي؟ تساوي نقص مقاومة راجعة اللي هي R نقص R خيقونا نقص مقاومة راجعة على على R واحد صحيح هو سأرجع لك اكتب عبارة في ثلاثة بديلالة مع انت حابي خارجو في ثلاثة صحيح كانوا نقلوا في ثلاثة من الطرف الثاني وش تولي؟ تولي في ثلاثة وش تساوي؟ تساوي نقص R على R واحد الكل في واش؟ الكل في واش؟ في في ثلاثة في في ثلاثة هذا سؤال يجي في الباكالير بزيار يقول لك اكتب حاجة بدينت حاجة شوفوا شو المضاخم اسكو عكس ولا غير عكس بعد ما تعرفوا عكس قولوا باللي في ثلاثة على في ثلاثة يساوي نقص مقاومة راجعة على مقاومة غير راجعة وحدد في ثلاثة وحدد في ثلاثة ومقاومة راجعة تحديدها ومقاومة غير راجعة سؤال سهل لا نكمله سهل احضروا بصورتي على في ثلاثة ويساوي في ثلاثة أسكو عطانا قيمة منتجتها وفي ثلاثة أعطاني قيمة منتجتها ما عطانها ليش وفي ثلاثة مقاومة راجعة قالوا نخدموا تساوي نقص قاومة راجعة على مقاومة غير راجعة إلي نقص ار على ار واحد ومبعدنا نجعل التعويض ار أعطانها لเทين نقص ميتين على امية ومعامل تدخيم يخرج نقص ومعاد شي ديلها يعكسها. صحيح؟ فاهمين عليها؟ إذا نجل نرسم إكمال أرسم الإشارة نجل نرسم الإشارة واش نقول له V3 وش يساوي? V3 هو المخرج؟ V3 وش يساوي? بما أنه V2 قده إليت القيمة الأعظمية تحها? 7 فورت. إذا هنا قده إحنا نجدها نجدها 14 فورت. ألا ما دعنا لها ش ناقص؟ 14. 4. ألا ما دعنا ناقص؟ ناقص هي P هي التي تحققها. هي التي تأخر إشارة بالنبضة. صحيح. إذا وش تساوي 14 معانتها 14 من وش تساوي تساوي سبعة في معامل تضخيم بدون موجب. القيمة المطلقة. هكا تساوي 14 سيني 614 تناقص بي. من بعد هاج كنجو نرسموا الإشارة بكل بساطة. كما كنت تخدموا بالسموه بالمقياس الرسم. تفاهمينا. دير مقياس الرسم كل واحد سنتيمة مثل مثلا يقابلوا سبعة بوط. واخد بخد انتك عاد. إذن. إذن. وش يدير مضخم العاكس. هاي ورا. نوبة هالي الموجبة. وش دالها ضعفها دفوة. بهذا الشكل. أنا قلت معامل تدخيم نقص نيمة. يضعفها دفوة. وبعدها وش يدير لها. يعكس. هكذا. هالي النوبة الموجبة. ونوبة سلبة. اللي كانت صغيرة كما هكذا. وش دالها. ضعفها. فوادو. ومبعدها. يعكس. وش بقالي. نعينه قيم الأعظمية. إذن. في ماكس تساوي 14 وولد. وفي مينيمو. اللي عكس تساوي ناقص 14 فولد. كيش ما كيناس إلى هنا يا. كيناس إلى مكانش. نقول. هاي يا جماعة. آآ نسموه. عبد النور. عبد النور صحي. شكوني زي دي روح تمالي الثانية يا جماعة. هيا. زي حاب يشارك في تمالي الثانية. يرفع يد. هيا. آآ بقاوة عشر دقايق. زعبتك فينا. هيا. شكونا سيشارك واحد جديد. هصبر. شوفوه. هذي مرة آآ 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 فريال. فريال هل طيت لك دومون. هاي تفضل. لا شكونا. يعكس. هاي. هاي. هاي يشونا فريال. تفضل يا فريال. بعض الشم. السلام عليكم. وعليكم والسلام وحمد الله. فريال روح تمالينا رقم ثنين. شوفوه تمالي رقم اثنين. وش عطالك. عطالك هذا التركيب. قال لك ما هو النوع هذا المضاخم. اكتب العبارة لفدي اثني بدلالة في واحد وار واحد اثنين 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 اثنين. وحسب معامل التضخيم. في نفس الوقت قال لك اكمل رسم اشارة في واحد في اثنين. هاي كذا. آآ جماعة. وش مطلوب منكم. مطلوب منكم وتوقفوا الفيديو. وتحاولوا في التمارين. بعد ما تكملوا التمارين شوفوا الإجابة النموذجية. بعد ما اكملت وجمع المحاولات تاكم. ها روح نعطيكم إجابة النموذجية. رحوا السؤال لول. فريد سؤال وش قلنا. قلنا وش هو النوع هذا المضخم. النوع المضخم. وش نقوله. مضخم عاكس. لماذا عاكس. عاكس. لأنه يحتوي على تغذية راجعة. لأن. صحي. تغذية راجعة. يلو لا نبدأ بها. تغذية راجعة. من مخرج لما رايحة. رايحة مدخل. هذي أول حاجة. ثاني حاجة. لإشارة الموراد تضخيمها. اللي هي بي واحد. باش مربوطة بالقطب العكس ولا غير عكس. القطب العكس. بالعكس. إذن هذا نسميه مضخم عكس. ولا نقوله باللي قطب غير عكس. هم معنا تما عنده حتى الضوء. معنا تشكل حيخدم قطب العكس. إذن وش نسميه هذي مضخم العكس. جماعة لي يلقى إشكالية منها. راني هذا الفيديو نطلعوا في اليوتيوب يعاود دفوع بهالفيديو. ما يكونش طوي الحاب. ما نقصر فيديو. كده ما نقدر. هكذا. إذن سؤال اثنين في الرياض. وش قال لك؟ قال لك اكتب عبارة V2 بدلالة R3 و R2 و R1 و V1. فهذه الحالة بنا نكتب العبارة. بما أنه عرفت بالمضخم العكس. العبارة وش تقول لي? خي تقول لي V3 على V3. V3 وش هي هنا يا? V3 هي المخرج V2 على V2. وش يساوي ناقص مقاومة راجعة على المقاومة غير راجعة. وش هي المقاومة راجعة عندنا في هذه الحالة. R2 زي ال R1. ايوان. صحيح. المقاومة راجعة جمعة. وش راكم تلاحظوا. كي يزوج مقاومة تراجعين. ومربطين على التسلسل. إذن. تسلسل. مقاومة مكافأة أنت حوام. إذن. وش تسوي. تسوي. الكل ناقص. ناقص مقاومة. الكل ناقص ما بيقصين. R2 زيد R3. وكأن هذه مقاومة تراجعة. الكل على وش في رياض. على مقاومة غير راجعة. R1. وبكل بساطة. ما في حتى إشكالية. سؤال وش قال لك. قال لك خارج لي. ننظر في البيئة. ايوه. بما أنه V2 على V1. V1 كنا نقلوها الطار الثاني. وش تسوي? ناقص R2 زيد R3 على R1. الكل في. آآ في البيئة. آآ في آآ. هذه العبارة بكل بساطة ما في حتى إشكالية. رحوا الثلاثة. وش طلب منا في الريال? قال لك احسب معامل تضخيم A V. A V. شو يقولنا ناقص مقاومة راجعة. ناقص ما بين قوصين R2 زيد R3 على R1. ومبعد وش تديره تطبيق عددي. إذن هذه R2. عددي. نجمعها وش نلقوها. ناقص 150 أوم على R1. 50. تولي ناقص 150 على 50. تسوي ناقص ثلاثة. إذا المضخم هذا العكس. ش تدير نوبة موجبة. وش تديرها؟ يضخمها طروفة. يحكسها. يحكسها بكل بساطة. يحكسها اشكالية صحيتي. إذا نسوي ناقص ثلاثة. رحوا السؤالي بعد وقال لك اكمل رسم إشارة V1 و V2. V1 وش هي الدخول و V2 هي الخروج. إذن V1 أخي طاليا عبارة جيبية تحتها. عبارة جيبية تحتها 17. ما معناتها 17. هي القيمة الأعظمية. صحيح. ومن ثلاثة 14 نجيبه الدورتي. حسنا. حسنا. حسنا حركز على رسم تحتها بزاف. إذن هذه هي قيمة الأعظمية. V1 ماكس تحتها. وش تساوي 17 فولت. بالنسبة طريقة نخدم النوبة سالبة ومديرو ناقص 17 فولت. 17 فولت. أيوة. والدور. الدور من جيبوها في الريال. الدور من جيبوه من نبض. لو كانت حبي تحسبين. على باك نبضه. شو يساوي 2PF. من بعدها خرج الـF. ومن بعدها خرج الدور. وش يساوي 2P على T. نبضه يساوي 2P على T. هكذا؟ حسنا. رحوا لي بعدها الخرج. خرج بما أنه إثارة اللي ضخمتها قده. لقيت معامل تضخيم بتاعها. لقيت وقده ناقص 3. إذا النوبة الموجبة هذه. وش يساويها؟ ناقص 3. هي. وش يساويها؟ الضعف طروفة. نضربوها في 3. هيا. نضربوها في ناقص 3. مع أنت الضعف طروفة. ومن بعد ما يساويها؟ ناقصها. ناقصها. هذا هو وظيفة مضخية. ناقصها الموجبة. ناقصها. ناقصها الموجبة. ناقصها. أعطي العبارة الجيبية على المخرج. لقيت 2P. وش يساوي في هذه الحالة؟ وش يساوي لا تقوم بتخطيط ناقص ثلاثة سبعة تاشتي ثلاثة واحد وخبسي سينيس ثلاثة واربعة تاشتي والناقص ناقص هذه ناقص ثلاثة باش نعبر عليها نعبر عليها بتأخر الجهد الخروج بزاوية قدرها خي ها كذا هيا فريا كاش اسئلة هنا يا هيا جماع لي عنده اسئلة يتفضل بقاتوا عنده ربع دقائق مكاش اسئلة هيا يكون لي عنده اسئلة يتفضل جماع بروح المضخم غير العكس هيا لولا مكانش اسئلة كيس وأن وحدة معامل تضخيم هيا بشرة بشرة ركزي معي مليح وحدة معامل تضخيم ما عندهش وحدة بس كولاه مقاومة على المقاومة الوحدة اوم طرح مع وحدة اوم وهو بدون وحدة هكذا اي حاجة يسموها النسبة مع انت البسط والمقاومة دي ما عندهم نفس الوحدة على هذي معامل تضخيم ولا تشبع ولا هذو كامل بدون وحدة هكذا ننهي حصة المضخم العكس ونروح لحصة رقم 11 اللي هو المضخم غير عكس جمع رح نقومي ونعاود ندخل الحصة الجديدة هكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر